الكذمة القرية الواقعة في الناحية الجنوبية من مدينة جعار في محافظة أبيان بحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد سكانها حوالي 900 نسمة حيث يشكل الأطفال ما نسبته ثلث السكان تقارير الفرق الخاصة برسد الأوبئة في مكتب الصحة أكدت إن هذه القرية من أكثر القرى الموبوءة في المحافظة حيث بلغت فيها نسبة الأمراض ما يقارب 20% من أجمالي نسبة السكان ورجحت التقارير إلى أن تلوث المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي يعد من أكثر أسباب انتشار الأوبئة بين السكان وخصوصا الأطفال نعاني من عدة احتياجات وظروف قاسية للمواطنين وأسباب أدت إلى انتشار الوباء الذي هو أهم سبب ظهور الفغر المشكلة الصحية ليست سوى واحدة من مشاكل عديدة يعاني منها المواطنون هنا فغياب الاهتمام يشمل الجانب التعليمي أيضا حيث يعاني أبناء هذه القرية من غياب الجانب التعليمي وعدم توفر المدارس ما يدفع الأطفال لتكبد مشقة السير لمناطق بعيدة عنهم لمواصلة تعليمهم بعد الطريق على الغرية حدود أكثر من ثلاثة كيلو أو أربعة كيلو لذا نحن نطالب على الغل ستة صفوف تكون غريبة للأجيار الصغارة يعني إلى حدود ستصف سادس حال السكان في هذه القرية لا يختلف عن أحوال الكثير من الساكنين في القرى القريبة من المدن الرئيسية ولكنه قد يكون بحاجة لاهتمام الجهات المعنية وحثها على وضع حلول سريعة لمواطني الأرياف الذين يشكلون نسبة 70% من إجمالي سكان المحافظة إذن الفقر وغياب الخدمات هو أبرز ما يعاني منه المواطن في هذه القرية والسلطة المحلية بعيدة عن تلمس أحتياجات المواطن في معظم قرى محافظة أبيان لطفي إبراهيم قناة بلغيس أبيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر